اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على نبينا محمد الهاشمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسعد الله أوقاتكم أحبتي طلبة الصف الثامن اليوم وبعونه تعالى سنبدأ بشرح وحدة جديدة من كتاب اللغة العربية المهارات وهي الوحدة الثالثة عشر غرناطة وعنوان نص القراءة هو في مدخل الحمراء ونلاحظ أن النص القراءة هو نص شعري وليس نص نثري فما هو هذا النص ومن كاتب هذا النص هذه القصيدة هي للشاعر نزار توفيق قباني وهو شاعر سوري ولد في ديمشق القديمة عام 1923 ميلادي ومن دواوينه قالت لي السمراء والرسم بالكلمات وهذه الدواوين هي حفظ هذه الدواوين هي حفظ الآن ما مناسبة هذه القصيدة كتب الشاعر هذه القصيدة عندما كان في زيارة إلى إسبانيا حيث التقى فتاة هناك تفتخر بتراث أجدادها وحضارتهم مما أثارت مشاعره وأحزانه مستحضرا أمجاد العرب في الأندلس وجاءت هذه القصيدة في طابع قصصي جميل مميز دعونا الآن نقرأ هذه القصيدة ونشرح معاني الكلمات والمفردات والأبيات الشعرية في مدخل الحمراء في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعات هنا قصد بالحمراء هي اسم لمدينة في الأندلس الأندلس هي حديثا يقال لها إسبانيا كانت تسمى قديما الأندلس في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد المقصود هنا باللقيا أي اللقاء وهنا الشاعر يبدأ قصيدته بذكر مكان اللقاء مع الفتاة الإسبانية على مدخل قصر الحمراء فالشاعر لقي الفتاة على مدخل هذا القصر ومتعجبا من هذا اللقاء وجماله وطيبه لماذا؟ لأنه بلا موعد إذن بدأ الشاعر قصدته بالتعجب من هذا اللقاء لماذا؟ لأن هذا اللقاء هو بلا موعد الآن يا أحبتي تلاحظون أنني وضعت خطا تحت كلمة كان وأيضا تحت كلمة لقاؤنا السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هو إعراب كان وما هو إعراب لقاؤنا؟ نقول في إعراب كان أنها فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الظاهر على آخره كان لقاؤنا فما إعراب لقاؤنا هنا؟ لقاؤنا هي اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة وهو مضاف والناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه الآن يا أحبائي ننتقل إلى البيت الثاني عيناني سودواني في حجرهما تتوالد الأبعاد من أبعاد تلاحظون هنا أن معنى حجرهما هو مفردها حجر وهو ما أحاط بالعين الذي يحيط بالعين ويسمى محجر العين الآن الشاعر في هذا البيت يبدأ بوصف الفتاة الإسبانية يبدأ بوصف الفتاة الإسبانية ويبدأ بجمال عيونها السوداء وما فيها من ملامح عربية خالصة وأن هاتان العينان قد أرجعت عجلة التاريخ للوراء إلى أبعد ما يكون تلاحظون أنني وضعت خطا تحت كلمة عينان فما إعراب عينان هنا نقول عينان هنا هي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى ونذكر أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بليان الآن يا إحبائي ننتقل إلى البيت الثالث يقول الشاعر هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي الآن الشاعر يسأل الفتاة بتعجب هل أنت إسبانية؟ قالت نعم فهو تعجب هل أنت إسبانية؟ قالت نعم فأجابت مؤكدة أنها إسبانية الأصل وفي غرناطة ميلادها الآن لماذا تعجب الشاعر؟ لأن هذه الفتاة فيها ملامح عربية كثيرة هل أنت إسبانية؟ تلاحظون يا إحبائي أن هنا هذا الشطر الأول احتوى على أسلوب لغوي وهو الاستفهام هل أنت إسبانية؟ إذا لو جاءك سؤال في الامتحان استخرج من هذا البيت أسلوب لغوي وحدده نقول أن الأسلوب اللغوي هو هل أنت إسبانية؟ ما هو نوعه؟ هو أسلوب استفهام الآن يا إحبائي ننتقل إلى البيت الرابع غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقاد الآن صحت أي أيقظت والمقصود بالرقاد هنا أي النوم والقرون كما تعلمون هي جمع مفرده قرن وهي مدة زمنية تقدر بمئة عام وقوة كما أسلفنا قبل قليل بأن غرناطة هي مدينة في إسبانيا بناها العرب المسلمين وقصد هنا بتينكي أي اسم إشار يقول الشاعر هنا في شرح هذا البيت إن عيني الفتاة أيقظت في نفسي سبعة قرون مضت من حكم الأموي للأندلس لأن هذه الأندلس كان يحكمها الأمويين قبل سبعمائة عام تقريبا فبعد هذه السنين يستحضر الشاعر أمجاد المسلمين بعد سباة عميق لماذا استحضر أمجاد المسلمين؟ لأن هذه الفتاة العربية ذكرته بهؤلاء الأقوام السابقين الآن يا أحبائي ننتقل إلى البيت الخامس البيت الخامس وأمية وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد قصد هنا بأمية أي الأمويين ورايات هنا جمع مفردها راية وهو العلم والجياد هنا جمع جواد والمقصود هنا الحصان ماذا يقول الشاعر أو ماذا يتذكر الشاعر هنا في هذا البيت؟ يتذكر الشاعر في هذا البيت خيول بني أمية بني أمية أي الأمويين وراياتهم المرفوعة حين فتحوا الأندلس والتي يشير في ذكراه إلى مسحات من الحزن والأسى على تلك الأيام لماذا؟ لأن إسبانيا هنا هي تحت حكم الأجانب وليست تحت حكم المسلمين لهذا الشاعر يرجع إلى الوراء بمسحات من الحزن والأسى والألم الآن يا أحبائي تلاحظون أنني وضعت خطا تحت الشطر الأول كاملا فما إعراب هذا الشطر الأول؟ دعونا نرجع إلى الوحدة الأولى من القواعد من كتاب اللغة العربية أمية راياتها مرفوعة ما إعراب أمية هنا؟ نلاحظ أن أمية هنا هي مبتدأ أول مرفوعة علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وراياتها هي مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جري مضاف إليه لماذا قلت عن راياتها أنها مبتدأ ثاني؟ لأنها احتوت على ضمير عاد على المبتدأ الأول وهو الهاء وأمية راياتها مرفوعة أنا ماذا أخبرت عن راياتها أنها مرفوعة؟ إذن مرفوعة هي خبر المبتدأ الثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وشبه أو عفوا والجملة الإسمية من راياتها مرفوعة هي في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الآن يا حبائي دعونا ننتقل إلى البيت السادس يقول البيت السادس ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي أعادني بمعنى أرجعني وحفيد هو ابن الإبن أو الإبنة يقول الشاعر هنا أو يتعجب الشاعر هنا من التاريخ والأيام التي أعادته إلى حفيدة من أحفاده بعد كل هذه القرون لماذا؟ لأن الفتاة الإسبانية رأاها فيها ملامح عربية وعدها واحدة من حفيدات العرب الآن يا أحبائي تلاحظون أنني وضعت خطا تحت كلمة لحفيدة فما إعراب لحفيدة هنا؟ نقول في إعرابها أن اللام هي حرف جر مبني عن الكسر لا محل له من الإعراب وحفيدة هي اسم مجرور وعلامة جره الكسر الآن يا أحبائي ننتقل إلى البيت السابع ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي ورأيت منزلنا القديمة وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي هنا تمد بمعنى تبصط تمد أي تبصط وسادي والمقصود هنا بالوسادة أي المخدة يقول الشاعر في هذا البيت أنه يستذكر منزلة القديم في أحد أحياء دمشق القديمة حيث نومه واستقراره ويستحضر أماكن جميلة من دمشق ويتذكر حينما كانت أمه الآن يا أحبائي ننتقل إلى البيت السابع ورأيت منزلنا القديمة وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي قصد هنا بتمد أي تبصط ووسادي هنا قصد بها المخدة وهنا نلاحظ أن الشاعر بدأ يرجع إلى الماضي القديم ويستذكر منزله القديم في أحد أحياء دمشق القديمة حيث كان ينام به ويستقر به أيضا ويستحضر أماكن جميلة من دمشق ويتذكر حينما كانت أمه توسده وتمد ذلك الوساد كي ينام الآن يا أحبائي تلاحظون في الشطر الثاني في بدايته الفعل كانت متصل به تاء هذه التاء تسمى تاء التأنيث الساكنة وكما أسلفنا قديما وقلنا قديما أن التاء التأنيث الساكنة لا تعد ضميرا ولا محل لها من الإعراب الآن ننتقل إلى الكلمة الثانية التي وضعت خطا تحتها وهي تمد فما إعراب تمد هنا هل هي اسم أم فعل نلاحظ أن تمد هنا هي فعل وما نوعه من الأفعال هو فعل مضارع الآن كيف يعرب الفعل المضارع هنا نقول هل سبق بناصب أو بجازم لا إذن هذا الفعل هو مرفوع فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الآن يا أحبائي ننتقل إلى البيت الثامن وقبل ذلك ننوه أننا نشرح في قصيدة في مدخل الحمراء في صفحة 43 في كتابكم الآن البيت الثامن والياسمينة رصعت بنجومها والبركة الذهبية الإنشاد والبركة الذهبية الإنشاد والمقصود هنا بالياسمينة هي أحد أنواع الورود طيبة الرائحة ورصعت أي زينت بالجواهر وهنا صورة فنية شبه النجوم بالجواهر شبه النجوم بالجواهر يقول الشاعر في هذا البيت أنه يصف الياسمينة التي كانت في بيته الدمشق القديم التي كانت مرصعة بزهور أشبه بالنجوم وهذه دلالة على شدة إضاءة هذه الزهور فشبهها بالنجوم والبركة التي تتوسط البيت تعزف بصوت مائها المتساقط هذا ما قصده الشاعر في هذا البيت الآن ننتقل إلى البيت التاسع ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سواد في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي وهنا قصد الشاعر بالمنساب أي المنحدر وقصد بالثغر أي الفم ويقول الشاعر هنا أن الفتاة بدأت تسأله عن دمشق وموقعها فأجابها الشاعر إن دمشق ماثلة فيك في شعرك المنساب كالنهر إنها موجودة في وجهك ذي الملامح العربية إنها موجودة في فمك الدافئ بجماله تماما كشمس بلاده إنها موجودة هنا في غرناطة في هذا القصر وهنا الشاعر يصور الفتاة بجمالها كأنها دمشق وكأنه أمام دمشق وهنا أيضا وظف الشاعر صورتين فنيتين في هذين البيتين الصورة الأولى شبه شعر الفتاة بنهر أسود وأيضا شبه الملامح العربية بالشموس الآن يا أحبتي في البيت العاشر تلاحظون أنني وضعت خطا تحت كلمة الذي فما نوع الذي هنا؟ الذي هي اسم موصول وكما تعرفون أن الأسماء الموصولة هي من المعارف الأسماء الموصولة هي من المعارف الآن ننتقل يا أحبائي إلى البيت الحادي عشر سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي وهنا الشاعر يقصد بالسنابل أي الجزء النبات الذي يتكون فيه الحب والسنابل هو جمع مفرده سنبلة والحصاد أي ما يقطع من الزرع يقول الشاعر هنا أنه يرسم في هذا البيت صورة للفتاة عندما سارت معه لتعرفه على الآثار الإسبانية حيث شبه شعرها بالإنسان اللاهث الذي يركض خلفها وشبهه بالسنابل التي تحرك بها الرياح والتي تركت من دون حصاد تلاحظون يا أحبتي أنني وضعت خطا تحت كلمة يلهث فهل كلمة يلهث هي اسم أم فعل؟ إنها فعل ما هو إعراب هذا الفعل؟ أو ما هو زمن هذا الفعل؟ إنه فعل مضارع الآن ما هو إعراب هذا الفعل؟ الآن قبل أن نعرف الفعل المضارع لابد أن نرى أهل سبق بناصب أو بجازم الآن نلاحظ أنه لم يسبق بناصب أو بجازم إذن هذا الفعل هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره كسنابل تركت تلاحظون أنني وضعت خطا تحت كلمة تركت فهل تركت فعل أم اسم؟ إنها فعل ولكنه فعل مبني للمجهول لماذا؟ لأنه فعل ماض ضم أوله وكسر ما قبل آخره لأنه فعل ماض ضم أوله وكسر ما قبل آخره فماذا نقول في إعرابه؟ نقول فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول الآن ننتقل إلى البيت الثاني عشر يتألق القرط الطويل بجيدها مثل الشموع بليلة الميلاد وقصد هنا بيتألق أي يلمع وقصد بالقرط هنا ما يعلق في شحمة الأذن من حلي وجيدها أي عنقها وليلة الميلاد قصد فيها الليلة التي ولد بها سيدنا عيسى عليه السلام الآن هنا في الشاعر في هذا البيت يصف لنا الفتاة بطول العنق ويصف القرط الذي يتدلى من عنقها وهو قرط متلألئ كأنه شمعة من شموع الميلاد الطويلة يتألق القرط تلاحظون أنني وضعت خطا تحت كلمة القرط فما إعراب القرط هنا؟ نقول في إعراب القرط هنا أنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الآن يا أحبتي ننتقل إلى البيت الثالث عشر الزخرفات أكاد أسمع نبضها والزركشات على السقوف تنادي وهنا قصد بالزخرفات هو فنتزين الأشياء وهو جمع مفرده زخرفة ونبضها أي دقات قلبها والزركشة أي الزينة أو الزخرفة الآن يتأمل الشاعر الزخرفات كأنها كائن حي في جماله كما يتأمل المزركشات على السقوف كأنها إنسان حزين يستصرخ من تركوها ورحلوا عنها الآن يا أحبتي ننتقل إلى البيت الرابع عشر قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فقرأ على جدرانها أمجادي تلاحظون هنا أنه قصد بكلمة زهو أي فخر وأمجادي جمع مجد وقصد بالأمجادي هنا أي النبل والشرف يقول الشاعر تعرف الفتاة الشاعر على قصر الحمراء وتقول هذا القصر مجد أجداد الموجود في جدرانه ونقوشاته وأركانه وهنا نسبت الفتاة البناء والمجد إلى أجدادها الآن يا أحبتي قبل أن ننتقل إلى البيت الخامس عشر في بداية الشطر الثاني عندنا فعل أمر فقرأ وهنا همزته همزة وصل لماذا؟ لأنه أمر الفعل الثلاثي دائما وأبدا أمر الفعل الماضي الثلاثي همزته همزة وصل همزته همزة وصل الآن ننتقل يا أحبتي إلى البيت الخامس عشر أمجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي وهنا قصد بالنازف أي الذي يسيل منه الدم يستغرب الشاعر هنا من الفتاة وكيف نسبت هذا المجد إلى أجدادها فأثارت في خلده حزنين وعبر عن الحزنين بجرحين يقول الجرح الأول إنكار الفتاة والغرب للحضارة العربية الإسلامية ودورها في بناء حضارتهم أما الجرح الثاني هو خروج المسلمين من الأندلس والآن يا أحبتي ننتقل إلى البيت السادس عشر يا ليت وارثة الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي أن الذين عنتهم أجدادي وهنا قصد بالوارث أي أحد أقرباء الميت الذين لهم حق في تركته وأدركت أي عرفت وهنا يتمنى الشاعر على الفتاة لو أدركت وعلمت أن الذين قصدتهم هم أجداده العرب أصحاب الحضارة الإسلامية والتي اعتبرت اللبنة الأساسية في بناء الحضارات الغربية الآن يا أحبتي ننتقل إلى البيت السابع عشر وهو البيت الأخير عنقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد يقول الشاعر هنا حين ودع الشاعر المكان شعر بأنه يعانق طارق بن زياد فاتح الأندلس كدليل على عروبة أجداد هذه الفتاة الآن يا أحبتي هنا انتهينا من شرح قصيدة في مدخل الحمراء بالنسبة للمعجم والدلالة والفهم والتحليل والتذوق الأدبي والقضايا اللغوية إن شاء الله سأرفق لكم الإجابات مع هذا المقطع يعطيكم العافية جميعا وأمنياتي لكم بالتوقع